أهلا بكم من جديد في ملفنا الرئيسية اليوم نصلط الضوء على تاريخ وواقع ومستقبل المسلمين في البلقان في هذه الحلقة نستضيف المفكر السوداني الأصل البلقاني الهوى الدكتور فاتح الحسنين مستشار الرئيس البوسنوي الراحل علي عزة بيغوفيتش للحديث عن تجربته في البلقان وواقع المسلمين ومستقبلهم هناك دكتور فاتح أهلا بك بداية نعم بزيخ الله كل خير دكتور يعني حدثنا عن ذلك الشاب العشريني الذي خرج من السودان ميمما نحو الشمال يعني في موسم الهجرة إلى الشمال إنجاز التعبير للبلقان تحديدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد والآله وصحبه وعليكم أجمعين في ذلك الوقت السودان كان فيه جامعتين فقط وكان عبد الخرجين من المدارس الثانوية الذين ينتظرون الدخول للجامعات قليل ما عدت فوقهم الدراسي فكانت تبرعت جمهورية سيغوسلافيا الاتحادية بـ 15 منحة دراسية فتوجهنا إلى هناك وأنا في ذهبي كنت أعلم أن هناك في مسلمين في دولة سيغوسلافيا حطينا الرحالة هناك وبدأت في دراسة الطب والتعرف على المسلمين المتواجدين في يغوسلافيا في الحقيقة تفاجأت بالوجود الضخم للمسلمين في مراكزهم أو أقاليمهم أو مكينهم وكان أقبل تجمع في البوستن والحرسك والتجمع الثاني كان في كوسوفا والتجمع الثالث كان في مكادونيا والتجمع الرابع في الحدود مع ألباني والمناطق التارية وكان أكثرهم تميزاً مسلمين البوستن والحرسك طيب دكتور فاتح درست الطب نعم ما الذي جعلك تتوجه للعمل السياسي والدعوي والاهتمام بالشأن العام وهذه القضايا والله أنا أعتقد أنه يعني توجيه من ربنا سبحانه وتعالى وتسخير ودفع يعني مجرد ما بديت الدراسة اللغة بدأت أهتم بأمر المسلمين زرتهم في أماكنهم وتعرفت على الشخصيات الباردة وقد قرأت تاريخ الإسلام والمسلمين في تلك المنطقة والشيء الغريب الأوروبا الشرقية نعم بمعنى الضيق أو الواسع الضيق يعني نتعني نقول تشمل اليونان بلغاريا يوغسلافيا سابغا ورومانيا والمجر والموسعة تشمل تركيا وفيينة وبولندا والشيك والسلوباك نعم كل هذه الأماكن كانت يحكمها المسلمين وإلى هذا اليوم فيها آثار إسلامية ضخمة باقية خالدة يعني لا يستطيعوا هم أن يتخلصوا منها أو يتركوها ماذا شكل لك يعني هل تفاجأت عندما وصلت بهذا الحضور الإسلامي وهذه الحضارة الإسلامية والله تفاجأت سفاجئ كبير أنا ذكرت أعرف أنه في وجود لكن ليس بهذه الصورة يعني أول مرة أدخل مدينة السرايبو فيها اثنين فيها تلاتة وسبعين مسجد معظم مساجد قديمة من سنة 1500 إلى 1750 وضخمة وكبيرة يعني الشيوعين عندما جوا أسسوا سرايبو الجديدة أما سرايبو الغديمة ديها عندما تنظر إليها أعتقد أنك أنت في دمشق ولا في القاهرة ولا في الخرطوم ولا في أي مكان في الدول العربية طيب يعني الحضور الإسلامي في هذه المنطقة ماذا أفاد هذه المنطقة أفاد المنطقة كثير أولا يعني منذ بداية الوجود الإسلامي في القرون الوسطى يعني 1389 كانت أول معركة بين المسلمين والصرب وهي معركة سهل كوسوفا كانت السلطان مرادة الأول هو الذي يقود في هذه المعركة في قريب من سربيا والإمبراطورة السربي سار لازار والمسلمين كانوا حوالي خمسة ألف مقاتل والصرب كانوا حوالي خمسة وعشرين ألف لأنهم استعاموا بعدد من الدول الأوروبية ودارت الحرب وانتصر المسلمين وانتهت على الإمبراطورة السربية وإلى الأبد ولذلك هم يحققون على الإسلام والسلمين وعلى الأتراك باستمرار أفاد عندما كان تلك المنطقة في العصورة الوسطى أو عصور الظلام كان في هذه المنطقة ثلاثة منارات للمعرفة والحضارة والتقدم أول منارة كانت هي مدرسة غازي خسروبك في سرايبو ومدرسة الشريعة العليا في سرايبو ومسجد الغازي خسروبك في سرايبو ومسجد سرايبو في نفس البوسنة كان فيه ما يسمى بجسر على نهر الدرينا ودامونية سنة 1500 تقريباً وقبسة ومناول صدر الأعظم سوكولوفيش وأشاد حضارة ضخمة جداً جداً وربط بين مناطق المسلمين والسرب المنارة الثانية في بلغاريا في مدينة شومن أو شمنو ومدرسة ومدرسة النواب هذه المدرسة كانت تخرج القضاء والحكام يعني والأئمة والوعاظ والفقهاء والمتعلمين تعليم إسلامي وديني وكان ما في غيرهم هم اللي كانوا يديروا دفتهم المنارة التالية في رومانيا ما يعرف الآن برومانيا في مدرسة اسمها في مدينة اسمها المجيدية وهي أيضاً مدرسة المجيدية وكانت مدرسة يعني عالية تخرج الذين يقودون البلد ويتخذيها القرار ولاحظنا أنه في رومانيا عدد المساجد كان أكثر من عدد العمى والوعاظ طيب دكتور يعني اتجهت إلى العمل العام من خلال الاتحادات الطلابية والأندية الطلابية والعمل الجامعي التقيت برئيس الراحل والمفكر علي أعزة بيغوفيتش تحدثنا عن هذه التجربة نحن مجرد ما وصلنا هناك في الحقيقة جينا من السودان وكانت في ثورة شعبية عارمة وإسلامية ممكن نسميها وتكون في السودان ما يسمى بجبهة المثاغ الإسلامي واندهر عهد العساكر بغيادة أبراهيم عبود مع أنه كان راجل طيب وكويس وجينا نحن بين دفاع قوي جدا جدا المعركة الأولى في السودان كانت ضد الشوئين حقيقة وجينا نحمل هذا النفس من النشاط فمباشرة بدأنا نحن نحن أسسنا اتحاد الطلاب المسلمين العام في كل دولة من دول أوروبا الشرقية وتحت طلاب المسلمين ليوغوسلافيا وتحت طلاب المسلمين لشرق أوروبا كلها وكان نشاطني يمتد إلى أقاسي الاتحاد السوفيتي والتقيت بعلي عزة بيكوفيتش التقيت بالأخ الكريم علي عزة بيكوفيتش في خمسطاشر سبعة ألف وتسو مية خبس وستين كنا نبحث عن لعناصر تدعامل معنا في العمل الإسلامي ونحن كان عندنا شرط أنه من نتعامل معه يجب أن يكون عنده تنظيم والمواطنين البوسنويين أو الهيرسك أو اليوغوسلاف يكون تنظيم مفصل عننا نحن ونحن تنظيما للوافدين لأننا تنظيم خاص وشغالي ما عندنا مشكلة يعني فوجدت حوالي سبعة تجمعات هناك لكن ستة منهم رفضوا حكاية التنظيم هذا لأنهم كانوا داخل السجون من أجل التنظيم اللي هم أسسوه سنة ألف وتسعمية ستعة وتلاتين بمنظمة اسمها الشباب المسلم ملادي مسلماني فأجينا على رضع لهم تنظيم مرة أخرى فأجينا رفضوا كلهم لكن كلهم كانوا يقولون أنت أذهب لعن العزة أذهب لعن العزة إلا أن نلتقد بيهم في هذا اليوم في سرايبو في مقهة اسم محمام بار وشارح تليل فكرة اللي في رأسنا وعايزين نشتغل وعايزين نقدم دون أن نتدخل في شؤونهم وندعاهم مع بعض يعني نعيد شيء من حيبة الإسلام والمسلمين إلى المنطقة فقال لنا اللي عندي اثنين أصدقائي بيتمنى أن نسمع منك الكلام ده منك أنت بنفس الطريقة التي أخبرتني بها وقع في نفسنا أن هذا رجل عاقل ورجل بعيد النظر وفعلا في نفس اليوم قرأنا في الجريدة كان في احتفال بمر أربعين يوم على موت واحد من القساوسة الأورثوزوكس في سرايب ويحتفلوا في واحدة من المقابل فقلت لنا نلتقي هناك فعلا مشهنا وسط المجموعة الضحوة من المسيحيين وجاب الاثنين المعاوة الاثنين المعاوة كانوا واحد اسمه عمر بهمن والتالي عصمة قاسم قاسم بيك وسمع من الكلام وقالوا من تجاوبين تجاوب تام وبدأنا تأسيس تنظيم جديد ما يسمى الجماعة الإسلامية التي كان على يديها يعني حرب العداء ونشر الإسلام وتكوين أول دولة المسلمين في أوروبا بغيادة اللهيز على حزن بقويش طيب دكتور فاتح للأسف أحاديث ذكريات يعني يطول وذو شجون بالتأكيد لكن للأسف الوقت يعني يبدأ يدركنا تجربتك يعني لاحقا من خلال بعد وصول بعد يعني الحرب ووصول مثلا علي عزة بيكوفيتش إلى السلطة في رئاسة البوسنة كمستشار عملت معه الآن يعني الأمور بدأت تستقر المسلمين بدأوا يتنفسون الصعداء كيف كان هذا الوضع حقيقة أنا أريد أن أقول كلمة في حق هذا الرجل هو رجل نادر كل الصفات الطيبة التي تخطر بزهن المسلم في التصور للمسلم الآخر هي موجودة في عزة إلى أننا في بيت الشيء الدام نقول عنه أقول حلف الزمان ليأتين بمثله حنثت يمينك يا زمان فكفره ما حد يبزي عزة يعني بدأنا نحن نعمل ونتشاور معهم مية في المية تعرضنا سنة خمس وستين سنة سبعين كتبنا نظام أساس للجماعة الإسلامية وطبعناه بالماكينة بتاعت الطباعة العادية كانت موجودة في ذلك الوقت يعني وسنة ثلاثة وسبعين أنا قادرت يقسلا فيه وسنة اثنين وتمانين جزار لي في الإمارات أنا كنت شغال طبيب وسنة ثلاثة وتمانين في اعتغل هو ومعه واتناشر شخص آخر من كبار المسؤولين في التنظيم بتاعنا هناك وادخلوهم في السجن وحكموا لهم بمدد متفاوتة نعم والدولة اتكونت خرج من السجن في عشرين نوفمبر الف وتسعومية تمانين وثمانين وفي آخر الف وتسعومية واحد زعين اصبح رئيسا للجمهورية وعدت انت الى البلقان لاحقا فترة التسعين انا مباشرة ما تم اعتغاله في خمسة وعشرين مارس ثلاثة وتمانين يعني قعدت اربعة خمسة شهور وقدمت استغلتي وجيت استغرت في النمسا وبدأت يعني عمل تنظيم كنا من التفكير نعمل من زمان يعني ادافع عن المسلمين في اوروبا الشرقية عامة وعن المسلمين في بوستور والهيرسج فلما انا ظليت لوحدي وجيت سميت انا اجتهاد مني بوكالة اغاثة العالم الثالث يعني انا كنت ما ما حابب اجيب اي اسم اسلامي ولا اسم شرقي نعم وخطيت شعار الامم المتحدة وكتبت في الانجليز الان لو ضربت الانجليز الانجليز في اي حاجة في الكمبيوتر بيجيك تاريخ المنظمة دية شوهو قليلا لكن حقيقة المنظمة دية كانت بعض الله سبحانه وتعالى وبعض على العزة ومن معه هي كانت السبب في تكوين دولة البوستور والهيرسج البوستور والهيرسج ما كانت دولة مكورة ومنفصلة نعم ذات سيادة وحدود معينة كانت اقليم يضاف لبعض الدولة التانية ولكن اصبحت فيما بعد في 28 و29 فبراير عام 1922 ده عمله استفتاء وفادر استفتاء بين 69 60% واصبح الدولة المستغل لغا رئيسة دكتور فاتح لماذا اختار كعلي ايزاد بيقافيتش مستشارا له انا قبل غريل قلت انا جيت قابلت سنة 65 65 البلد تحت بطشة الشوعين يعني انا صليت جمعة في السرايب وفي ذلك الوقت المسجد الغازي خسروبك دي مسجد ضحمة جدا الجمعة كان من صلوفه ثلاثة صفوف واصغر واحد كان عمره 65 سنة ونحن اخترنا المكان اسمه حمام بار يعني هو كان حمام تركي اشغلين غيروه لبار هو اي حاجة هناك بار حتى المطر عن بار لكن عشان نتحاشر فانا اول من عرض نص للتعاون معه ومرت الايام وكان هو وجماعته الاثنين بيختبرون باستمرار فانحنا مجموعة زي اربع كذا فالوحيدين الاثبت انهم ممكن يتعامل ويحفظوا الاسرار وكان موضوع على السرار صعب جدا لان اي كلمة بوحبية تشكل يعني يكبروها صحيح وهنا كان الهدف الاول يقتلوا على عزة وجماعته فكان يتسقطوا لكن الحمد لله بطبيعة الامر نجحنا في الموضوع طيب دكتور فاتح لأسف الوقت ادركنا بقي معنا دقائق قليلة اليوم كيف تنظر الى البلقان ما هي ابرز التحديات التي تواجه مسلمي البلقان تمسى الهوية هو ده هدف الشوعين وهدف العلمانيين وهدف اليمينيين وهدف الاوروبيين فيهم من يقتنع اقتناع تهم انه لما نرفض شرف الخبرة نحن على حق لما نرفض الزنا ان نحن على حق ولكن يتمنوا ان نفعل ذلك ويجبرونا ان نفعل ذلك تمسى الهوية الاسلامية هو الحاجة الاساسية ولذلك نحن اجتهدنا ان نؤصل للهوية الاسلامية في تلك الدول مثلا طبعا تراجم مع القرآن الكريم للغات اوروبا الشرقية كلها ودعم النادل ما قام به شخص قبل كذا ولازم تاني انسان يقدر يستطيع اعمله وبنينا المساجن وبنينا التكاية وطبعا ترجمنا الكتب اول نحن نختار من عشر كتب بموافقة اخواننا على البوصة من ضمنها هذا الدين والمستقبل هذا الدين وشبهات حول الاسلام والحلال والحرام و طب هل ينجح الطرف الآخر اليوم بطمس الهوية يعني ماذا يفعل المسلمون في البلقان لمواجهة هذا التحدي برأيك والله هو التمسك والتفقه التفقه في الأول في دين والتمسك به وممكن في أي وقت ممكن العدو ينجح حتى في بلادنا نحن ونش بلاد أوروبا الشرقية إلا إذا كانوا الناس قوعين ويعني عارفين الخطر اللي بيقع عليهم نعم شكرا جزيلا لك المفكر العربي فاتح الحسنين على وجودك معنا وعلى هذه الإطلالة من الذكريات على البلقان شكرا جزيلا لوجودي كمانا بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير وإن شاء الله سنقرر مرة أخرى شكرا يا سيدي الله يبارك وأنتم مشاهدين الكرام شكرا جزيلا لطيب المتابعة ألقاكم غدا بنفس الموعدين من الله في حلقة الجديدة من سبعة أقاليم هذه تحياتي وفريق العمل نحن لكم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة